لسه وإحنا أنا وكابتن عصام قبل من خش على هواع واتول بنتكلم على فكرة اختراع الأزمات أو اختراع المشاكل عندنا وتبقى الأمور مشة كويس أو الأمور هادية والشكل حلو والدنيا لذيذة وفجأة تلاقي في مشاكل وأزمات نضطر إياس فيه إن احنا نتحدث عنها بدلا ما نتحدث عن قرط القدم ليه يا كابتن عصام؟ مش عارف بندخل نفسنا في أزمات والمفروض إن احنا في بلد كلنا بنحباه جدا وشعب مضياف جدا شعب الأمورات العربية المتحدة وطبعا بنشكرهم على التنظيم الكبير دوت بصراحة يعني عاملين شغل عالي جدا صح وبنشكر طبعا التنظيم والمسؤولين عن التنظيم والمسؤولين عن الدولة والدولة كلها في شعب الأمورات العربية المتحدة على التنظيم الكبير دوت مش فرقتين من أربع فرق كمان صح في نفس الوقت الناس دي عندها نظام ونظام بيبقى ثابت ومتبع مش مع وبالذات بالأخص بقى بتبع فيه خاصية لوحدها مع الأندية المصرية أو مع مصر بالذات لأن هما بيحبونها من زمان ده من قديم الأزل دي علاقة تاريخية وعلاقة طويلة جدا جدا في نفس الوقت احنا المفروض إن فيه هناك مسؤولين كبار موجودين أنا سمعك يعني قبل مطلع الهوى كمان وانت في الانترو كمان بتتكلم على الجزئية بتاعت مصطفى شلبي وعلى جزئية دونجا ومحمد صبحي فيه نظام وفيه اي دي بيبقى موجود هنا فيه نظام وانت فيه نظام وفيه مسؤولين وفيه مدير كورة يعني كابتن عبدالله السيد فيه رئيس نادي وفيه كمان رئيس بعثة صح كمان الدكتور حسول مندو طبعا حاجة محترمة جدا وكل الكلام ده لكن كيفية المعالجة بتاعت الأزمات أو الخروم من الأزمات فيه أزمة وحصل أزمة وحصل حصل ومهما يحصل هيتدخل مسؤولين كبار يعني هيتدخل السفير هيتدخل وزير رياضة عندنا دكتور أشرب صبحي مع المسؤولين في الأمراض ويتحل الموضوع لكن الموضوع ما يوصلش التشابك بالوخناقات وقفز وضرب وحاجات زي كده ونروح النيابة وبعد كده اللي أنا سمعته ومش متأكد من المعلومة دي أن فيه تصريح من الكابتن حسين لبيب ان احنا هننسحب من البطولة ده المتحدث الرسمي أستاذ أحمد سالم كتب دلوقتي أنه قاعد مع أستاذ كابتن حسين لبيب وهم بيفكروا في الانسحاب لو الموضوع ده ما تحلش أو حاجة زي كده هتقولي يا جبعة التويتة دية اللي كان كتبها أستاذ أحمد سالم أصلي كمان التصريح ده لما يطلع كمان وانت حتى في بلدك ما يصحش ان انت اطلع مسؤول انت مسؤول كبير وتبقى انت قد الكلمة وقد المسؤولية والانسحاب ده الانسحاب ده ممكن آخر حاجة انت ممكن توصلها والمفروض ان انت ما توصلاش خلاص إلا ما يكون الفعل فج أو حاجة كبيرة تسيء للنادي وسمعة النادي واسم النادي وتاريخ النادي وكل كلام ده لكن في نفس الوقت ده موقف وموقف في العيب أو اتنين العيبة بتشابه حصل سوق فهم حصل مشكلة وكل كلام ده التدخل هنا لازم يكون بعقلانية وبزكاء ويتلم الموضوع والموضوع يخلص زي ما انت ذكرت كمان يا كريم في جزئيت ان الموضوع خلاص يتلمه وبعدين بيجيب الراجل وبيعتذر ده ومزعرش حقك وعلى قصة بتخلص صح وبنغلم حد يشعر تماما تماما ايوه وبخش المعسكر بتاعه وفي تدريباته والدنيا بتمشي والأمور بتبقى طبعية وبنعتذر الناس المسؤولين وكل كلام ده لان احنا مسؤولين كبار لان احنا بنمثل مصر ايوه قبل بمثل نادي الزمالك انا بمثل مصر وبعدين انا بمثل كمان نادي الزمالك الكبير اذا كنت انا بقول انا اكبر قلعة رياضية في مصر يبقى لازم اكون انا عند الحدث كمان في سلوكي وافعالي كمان وقراراتي كمان ده مهم جدا وانا مسؤول كبير لكن التصرع في القرارات اه هم قاعدوا معدوا عشان ياخدوا قرار بالانسحاب لكن ما اخدوش القرار ان الانسحاب انا شايف ان فعل زي ده لا يستدعي ولا يستحق جدا ان انا ممكن حتى التفكير في مجرد الانسحاب لان بمجرد يا كريم ما اتذكر موضوع الانسحاب انا لقيت تعليقات بكسافة ده خوف من نادي الزمال ده عايز انسحبه ده عم يتعودين ده قصص كبيرة مش هلتفت للكومنتات بشكل جيدا لكن ببص للاصوات العقلة اللي هي بتتكلم في الجزئية دي ان المفروض ان ده الموجود مسؤولين المسؤولين بيبتلوا يعني لكن مش عايز اوصل كمان اللعبة كمان لازم تكون مسؤولة كمان بالزبط